خلال مؤتمر صحفي عقد لبحث الاستعدادات الأخيرة قبيل انطلاق مؤتمر 11 لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي المؤتمر جمع بين المدير العام لمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو دكتور سالم بن محمد ووزير الثقافة التونسي محمد زين العابدين تناول فيه دعم المنظمة لبرنامج العواصم الثقافية إلى جانب الرقمات الثقافية بالعالم الإسلامي برنامج عواصم الثقافة الإسلامية نعتقد بأنه برنامج كبير جدا طموح يعزز أهمية الثقافة الإسلامية ويعزز الهوية الحضارية الإسلامية في دول العالم الإسلامي نحن مستمرون في هذا البرنامج وينتهي بدأ من عام 2005 في مكة المكرمة كأول عاصمة لدول العالم الإسلامي ولا ينتهي اليوم ولكن سيكون إن شاء الله حتى عام 2025 ثم يكون هناك عاصم لدول الأخرى كما بحث الطرفان الاستراتيجية الإسلامية التي تتبناها منظمة الإسيسكو والتي ستعبر بالثقافة الإسلامية إلى الخارج في ضد التحديات الرهنة كما أكد على أهمية انتقال العواصم الثقافية الإسلامية بين الدول خاصة وأن القاهرة ستكون عاصمة الثقافة في 2020 بعد أن كانت تونس عاصمة الثقافة هذا العام نذكر لأن هذه السيسكو وهذا المؤتمر يعني مؤتمر دول الإسلامية العالم الدول الإسلامية وهذا أعتقدون إيرادة واضحة في الثقافة الإسلامية وثقافة دول العالم الإسلامي يعني نقد أن نوعية فهاد مسجم مذاهق الثقافة وأن أهمية الفقافة والشأن الحقافي والمسج المثلث في دول تشهد منظمة الإسيسكو حركا لدعم الدول الإسلامية على كافة المستويات الثقافية من دعم البرامج الثقافية والحفاظ على مناطق التراث الإسلامية وبحث سبر التمويل المختلفة تحديات كبيرة تواجه تصدير الثقافة الإسلامية إلى خارج أكثرها لذلك كانت الوثيقة الاستراتيجية الإسلامية التي أطلقتها منظمة الإيسيسكو ضرورة ملحة لاستعاب كافة الثقافات إلى جانب برنامج العواصم الإسلامية التي ستكون القاهرة عاصمة له 2020 كعاصمة إسلامية من العاصمة تونس رمضان المطعني النيل